السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الرابع Nodes, Branches, Loops and Meshes وقبل البداية في تعريف البرانشز نذكر أولا بتعريف السيركوت وهو عبارة على عناصر كهربائية Electrical Elements متصلة ببعضها بأسلاك كهربائية Conductors or Wires مثلا هذه الدارة الكهربائية تحتوي على عناصر كهربائية مختلفة ننتقل الآن إلى تعريف البرانش أو الفرع الفرع البرانش هي تمثل Single Element مثل Voltage Source Current Source أو الريزيستر يعني أن البرانش يعني أن البرانش تمثل Any Two Terminal Element يعني أي جزء من السيركوت نسميه فرع وبالتالي الفرع نعني به العناصر الكهربائية العناصر الكهربائية داخل الدارة الكهربائية فعلى سبيل المثال تحتوي هذه الدارة على كم من فرع نلاحظ هنا عندي هذا Element الأول وهو عبارة على Voltage Source Element الثاني وهو عبارة على Current Source وعندي ثلاث مقاومات كهربائية الأول الثاني والثالث فتشتمل هذه الدارة الكهربائية على خمسة برانشات Five branches ننتقل الآن إلى تعريف النوت أو العقدة الكهربائية وهي Point of Connection between two or more branches يعني أي نقطة اتصال بين مكونان أو أكثر بين two branches أو أكثر على سبيل المثال النقدة A العقدة A هذه النود A تصل بين مصدر الجهد 10 V والمقاوم الكهربائي 5 أوم يعني أن النود A يصل بين two branches لكن نلاحظ اللي في الأسفل هم نفسهم النود هذه وهذه 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 كلهم يتواجدون على نفس الخط فيشتركون كلهم كل هذه العقد تشترك في نود واحد نسميه مثلا النود C كذلك النقاط الثلاثة اللي في الأعلى النقطة الأولى العقدة الأولى العقدة الثانية والعقدة الثالثة يعتبرون نفس العقدة وهي سنسميها هذه العقدة B وبالتالي يستمل هذا السيركت على ثري نود النود A النود B والنود C إذن يوجد عندي نوعان من النود عندي الأسسانسيال نود والنون أسانسيال نود الفرق بينهما كالآتي بالنسبة للنوع الأول وهو ما يسمى العقدة الأساسية هي Jankson Between More Than Two Elements أما العقدة الغير الأساسية فهي فقط نقطة وصل بين Two Elements والفرق بينهما أن العقدة الأساسية هي نقطة اتصال بين أكثر من عنصرين أما العقدة الغير الأساسية فهي تربط فقط بين عنصرين كهربائيين فتكون كتطبيق لكلامنا هذا فتكون إذن النود A فتكون هنا على حسب هذا التعريف هي عقدة أساسية لماذا؟ لأنها تربط بين عنصرين وهما مصدر الجود 10 فولت والمقاوم الكهربائي 5 أوم أما النود B والنود C ف كلاهما يربط بين أكثر من عنصرين وبالتالي تكون النود B والنود C هم عقد غير أساسية وسوف نتعرف إن شاء الله في المحور الثالث الغرض من تقسيم النود إلى النوع الأول لو الأساسيال نود والنون الأساسيال نود